أهلا بكم جديد إلى نشرة المساء من العربية في تصريح جديد اتهم مسؤول عسكري إيراني الغرب باستخدام عبضاءات وزواحف صحراوية للتجسس على بردمج إيران النووي فيروز أبادي وهو كبير المستشارين العسكريين المرشد علي خامنائي أفاد بأن هذه الزواحف أتت إلى إيران من سياح وعلماء وناشطين بيئيين سخدمهم الغرب للتجسس على إيران جديد عالم التجسس في زمن الأقمار الاصطناعية والطائرات والهواتف النقالة قد يبدو مفاجئا وربما صادما إنه أسلوب الزواحف غير المعهود الذي يعتمد على السحالي وإن كان الأمر غير مؤكد حتى الآن إيران تتهم الغرب بالتجسس على برنامجها النووي باستخدام زواحف صحراوية رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية السابق حسن فيروز أبادي زعم أن دول الغربية جندت سياحا وعلماء وناشطين بيئيين لهذا الغرض باستخدام السحال والحراب جلود تلك الزواحف وفق المسؤول الإيراني قادر على التقاط الموجات الذرية وقد استخدمت للكشف عن مناجم اليورانيوم في إيران والمفاعلات الذرية اتهامات أبادي وهو كبير المستشارين العسكريين للمرشد علي قامنئي جاءت في معرض رده على الاعتقالات الأخيرة التي طالت ناشطين بيئيين ينضم إلينا من القاهرة لواء ناصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أهلا بك لواء ناصر معنا في نشرة المساء أمام عالم التجسس في زمن الأقمار الصناعية وغيرها هل ما قالته إيران استطيع أن أخذه على محمل الجد والمنطق أولا؟ وارد جدا وده مش جديد يعني قبل كده استخدمت الحيوانات واستخدمت بعض الأسماك في البحار بتقضع فيها بعض الكاميرات أو السنسورز أو أجهزة معينة لنقل هذه المعلومات عبر ريبيترز من الأقمار الصناعية إلى الدول فوارد جدا استخدام الزواحف وخاصة السحالي بهدف معين لكشف الأماكن اللي فيها المفاعلات اللي فيها المواد النووية اللي فيها الأنشطة يعني لها سواب قبل كده وسبع أن الأمريكان جاهزوا قطة للتجسس في روسيا واتكشفت قبل كده وسبع أيضا استخدام الدرافيل في الاستطلاع أو الحصول على معلومات عن الغواصات في العم يعني الأمر لواء ناصر معنا أنا لا أشكك في هذا الكلام ولكن كيف يمكن تسيرها إلى الهدف يعني هذه حيوانات وهي زواحف يعني مشتديات الايكيو تبعها منخفض جدا 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 فكيف يمكن تسيرها ومن ثم إرجاعها يعني كمان عم نحكي عن زواحف مش لازم تسيرها ومش لازم ترجعها بيتحط فيها سنسورز معين جيد بس هي كيف بدنا تعرف أيوة هي بتتوجه كيف يمكن يوجهها هو بأي طريقة يمكن توجهها ده العلم هم اللي بيعرفوه لو احنا عارفنا كان زماننا عملناها يعني حينما هم هكذا تستخدم يعني هي بتذهب لمكان بالسيطرة عليها والإشارات بتتبقت اللي هم عايزينها وبيقدروا يفسروها وارد جدا لواء ناصر إذا ما قررناها بأسليب التجسس المتطورة يعني هل أثبتت نجاعتها برأيك هو الميزة هنا الخروج عن النمطية المفاجأة أستخدم وسيلة غير متوقعة لأن في وسائل كتير متوقعة بيتم اتخاذ إجراءات ضدها أما إذا كان هناك أشياء غير متوقعة هي دي المفاجأة اللي ممكن تجيب لي المعلومة ممكن الأشياء النمطية اللي هي دي بأخذ حذر ضدها بحسن نفسي بأخفي معلوماتي إنما لما يكون شيء غير متوقع ولأول مرة ده أنا بحصل عليه حتى لو أكشف بعد كده ممكن أغير وأستخدم أسليب أخرى وكلما كانت المواضيع أني أرجع للبدائية مرة أخرى في استخدام حشرات زواحف حيوانات هي دي المفاجأة ومش مهم أن أنا أقعد أتطور علميا في أقمار وكلام ده كله لكن مهم عامل المفاجأة هنا في استخدام شيء غير متوقع هو بيساعدني على الحصول على معلومة في زمن أفضل وبشكل أفضل لواء ناصر هل طهران محقف في مخاوفها إذن أم لا هذا نوع من البرانوية المرضية إن صح التعبير لا هو وارد وارد جدا من القاهرة اللواء ناصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق شكرا جديدا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة